سلام عليكم ازايكم؟ معي اخبار الاعلام المصري ممكن ما يغطهاش بشكل كافي زي ايه مثلا؟ زي مثلا هو ليه الاستاذ حسن عبدالله بيمشي على نفس خطأ الاستاذ طارق عامر محافظة بنك المركزي الصادق احنا مش المفروض جايبين محافظة بنك المركزي جديد برؤية اقتصادية ومالية مختلفة تماما عن محافظة بنك المركزي الصادق ليه؟ محافظة بنك المركزي جديد بيطبق تقريبا نفس رؤية طارق عامر الموضوع ده لازم توقف عنده مش بس كده هو ايه اللي بيحصل في سوق الدهب في مصر؟ كمية الدهب اللي بيتم شراءها من السوق المصري جير طبعية والعجيب في الموضوع ان انت لما تروح لأي تاجر الدهب يقول لك ان بيتي مخرومة على فكرة مش عارفة بيها ولا اشتري ايه اللي بيحصل بسوق؟ اخر حاجة لازم توقف عندها هو ايه اللي بيحصل في العاصمة الادرية لان الاعلام الكاربي وصف العاصمة الادرية انها مدينة اشباع وان العاصمة الادرية نتيجة ان البنك الدولي قالك والله يتوقف المشاريع بتاعتك او ما تبتديش مشاريع جديدة معنى كده ان العاصمة خلاص هتروح عليها وما فيش ايه شغل في العاصمة الادرية الجديدة خيرا وليس اخيرا ايه اللي بيحصل في قناة سويس؟ بس كمية اخبار لازم حضرتك تعرفها بشكل كبير جدا لان كل خبر فيهم خبر هام للغاية يخص الاقتصاد المصري وتاني مش هتسمعه في الاعلام المصري هتصعرف ايه الاخبار دي؟ هقولك شنو لك لازم احكي لك قصة من اول قبلو اخش في الموضوع قبلو اكشف لك التفاصيل كانين يقولك ان احنا معانا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو جينز كار جينز كار هي شركة شركة كبيرة جدا عندها مكان مش موجود في السوق المصري جيرا عند الشركة دي بالزيت الشركة دي متخصصة في فرش العربيات يعني فيه ناس حاليا بتشوف الامور الاقتصادية صعبة انها تغير العربيات قديك انت شايف العربيات عصارها عاملة ازاي فتقولك بدل ما روح اجيب عربية جديدة انا اغير الفرش بتاع عربيتي حلو لو روح تغيرت الفرشة عند اي حد هتلاقي ان انت ممكن تبقى مستاء وانت قاعد داخل العربية او حد ممكن يلاحظ ان فرشة العربية سيئ للقاية وبدل ما تنبسط بالعربية هتبدايق طول عمرك انما لو روحت عند حد متخصص زي جينز كار اللي بقى لهم اكتر من خمسين سنة في السوق المصري وعندهم مكن مش موجود في اي حتة تانية في مصر غيرها عندهم بس هتلاقي فرشة عربيتك اتفرش نفس التوكيل وممكن افضل كمان من التوكيل لان الناس دي عندهم خبرة ديرة جدا ومتخصصين في فرشة العربية مش بس كده عندهم مكن بيخرم الجلد وبيفصل الجلد بطريقة محترفة للغاية ومش بس متخصصين في العربية لو انت عاوز تروح لحاجة اكبر من كده يعني ممكن كمان فرش اليخوت فرش المراكب اللي انت عاوز الناس دي اي حاجة فيها فرش وفيها جلد الناس دي متخصصين فيها الاسعار بتاعتهم تنافسية للغاية وباحترافية شديدة جدا اصيب لحضرتك رابط جينز كار اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معاهم لان هما داس محترمة جدا وجادرين بالثقة بقول لحضرتك بقى لهم اكتر من كمسين سنة في السوق المصري خش في الموضوع لطول خش في الموضوع لطول ايه اللي بيحصل بالزبط في السوق المصري وايه الجديد اللي طالع معنا النهاردة الحقيقة حنبتدي من خبر هام كان من ساعات كده فيه اجتماع للبنك المركزي المصري كل التوقعات كانت بتقول ان البنك المركزي حيرفع الفايدة بشكل كبير لان خلاص الوضع بقى صعب جدا طيب ايه الفايدة اللي في البنوك اللي البنك المركزي مفروض حيرفعها حقيقة البنك المركزي مطبق فايدة في البنوك كالقايد لو رحت فتحت شهادة في اي بنك هتحط فلوس وتاخد عليها فايدة 16 ربع فايمية فايدة حصو لو رحت خدت كارد هتاخد كارد وعليه فايدة 17 ربع فايمية ده معنى كلمة فايدة الايداع والاكرار ماشي انا بس بشرح لك عشان بس ايه اي حد عزفهم معنى الفايدة فالحيقة 16 ربع فايمية دي كانت فايدة تعتبر وهمية شوي مش الفايدة الاساسية ليه مش الفايدة الاساسية لان البنك المركزي كان طارح شهادة اسمها شهادة الخمسة وعشرين فايمية فاكيد اكيد اي حد حيروح يحط شهادة في البنك مش هحطها ب 16 ربع فايمية احطها ب 25 فايمية فالفايدة الاساسية في البنك كانت 25 فايمية لابس اللي هي الشهادات دي الحقيقة الشهادات دي وقفت لاني خلي بالك بنك مصر وبنك الاهل وبنك الكاهرة جمعوا حصيلة من شهادات 25 فايمية دي تقدر ب465 مليار جنيه دي حصيلة الشهادات انا بقول لكش فايمية بتاعتها انا بقول لك الكيمة اللي جمعتها التلب بنوك 465 مليار جنيه طيب تخيل انت لحكومة ملزمة انها تدفع 25 فايمية على ال 465 مليار جنيه دي فالطبيعي وقفوا الشهادات قال لك لا خلاص كده انت بتتكلم ان البنك الاهلي الواحد عامل حصيلة 295 مليار جنيه بنك مصر عامل حصيلة 172 مليار جنيه وبنك الكاهرة عامل 20 مليار جنيه من كيمة شهادات 25 فايمية فجم وقفوا شهادات 25 فايمية خص فالناس كلها توقعت ان لما توقف في شهادات 25 فايمية اكيد البنك المركزي النهاردة هيرفع الفايدة بدل 16 يخليها 18 لان خلي بقلك كل التوقعات اللي كانت طلعة ان البنك المركزي هيزود الفايدة 2 فايمية خص فقال لك الله هيزود الفايدة بدل 16 يخليها 18 في الإداءة يعني والإكراد ده اول سبب الناس توقعت عشانتهم تاني سبب قال لك الله ان التدخم في مصر بقى كاريسي ليه كاريسي شوف انت بداية السنة شهر يناير العملة نزلت ايه يعني معها العملة نزلت تقريبا فقط التسعين في المية في الاربع موجات تعويم اللي حصلت للجنيه بس اخر موجة دي ان الجنيه يقارب التلاتين ويكسر كمان التلاتين خلت الاسعار في مصر تبقى شوف التجار بيعملوا ايه يعني التجار اه ماشيين بطريقة غير طبيعية التجار بيسعروا الحاجات بتاعتهم بشكل غير طبيعي فقالك والله هي البنك المركزي عشان يحارب التدخم اللي في مصر اللي بيسجل 24.5% الحل الوحيد ان هو يرفع الفايدة في البنوك فقالك ده تاني سبب تالت سبب وقف بقى عند الحتة دي تالت سبب قالك لان حسن عبدالله حافظ البنك المركزي الجديد بقى يقل الطريقة عامل في كل حاجة ازاي بقى اينا نلعب على الهوت موني بقى اينا نلعب على ايه على الهوت موني عارف ايه الهوت موني ده ان انت ترفع الفايدة عندك في البنوك جامد جدا ما يؤدي ان المستثمر اللي برا ياخد الفلوس اللي عنده في البنوك برا او ياخد حتى كارد لان الفايدة هناك قليلة جدا على الاكراد فياخد الفايدة دي ويحطها عندك انت هتدي 16.4% انت رجل عظيم فهياخد الفلوس دي ويحط الفلوس دي عندك ياخد عليها الفايدة اللي انت بتحطها حاجة هيلة جدا ده لو حاب يغيرها لمصري حاب يحطها بالدولر اكيد اكيد هيستثمرها في ازون الخزانة فالك والله يا أصل الدولة المصرية دلوقتي بتاتي تطرح ازون خزانة كتير جدا اليومين دول اخر ازون خزانة مطروحة من ساعات البنك المركزي عارض ازون خزانة لمدة عام بمليار دولر الفايدة لما ارتفعت في مصر تعتبر من الاعلى في العالم ابتدى المستثمرين يرجعوا يضخوا الهوت كاش او الهوت ماني مش بنفس اللي كان بيحصل ايام طريق عامر مش بنفس القبر اللي كان بيحصل بس احنا نرجع لنفس الموضوع احنا بنكرر نفس الخطأ افكرة طريق عامر كان نجح جدا في سياسة الهوت ماني دي انهو كان بيجيب استثمرات من الخارج بشكل كبير اول ما حصلت حرب روسيا و اوكرانيا الناس خدت فلوس هوجريت طيب دي سأل نفسك سؤال قدام الناس خدت فلوس هوجريت ايام حرب روسيا و اوكرانيا ما الحرب لسه شغالة وكل حاجات بتؤدي ان الناس المستثمرين لبرة مش هيجيبوا فلوسهم بنحطوها في السوق المصري ده حتى لو بيأكد على كده ان انت عندك الفيدرال الامريكي رفع الفايدة ربع في المية يعني يخلى بقى عنده اربعة ونصف في المية واربع وخمسة وسبعين في المية فايدة كبيرة جدا في امريكا لان الفيدرال الامريكي عاوز ينزل التضخم في امريكا يوصلوا 2% فكل حاجة بتشير ان ما فيش مستثمرين هيحطوا هوت كاش عندك قالك لا فيه مستثمرين هيحطوا هوت كاش عندك ليه اوروبا الوضع فيها استقر سنها انا بتكلم هنا على الادع والاكراد او النظام البنكي الاوروبي بقى اهدى سنها على فكرة ده بيان طالع من البنك المركزي نفسه قالك الاوضاع في اوروبا يستثمروا في ازوك هزانة وده اللي بيحصل دلوقتي بيجيبوا الهوت ماني ده او الهوت كام طب لما يحط لك هوت ماني ده بيسمى استثمار كاذب او انا مساميه كده معلش يعني ده مش استثمار حقيقي ده حد حضت فلوسه في البنكة عندك بيشغالها انما ده مش شاري شركة مدخلة عندك او بيستثمر فلوس في الاقتصاد بتاعك لا لا هو حضت فلوس بيحط عليها فايدة استثمار مش حقيقي ممكن يهرب منك في اي لحظة فقال لك والله يا حسن عبدالله بيلعب نفس اللحبة دي بس على سكيل صغير او جزء اصغر بكتير من اللي كان بيشتغل عليه طريقان طب ليه حسن عبدالله عاوز استثمارات عاجلة عشان يستندجينيه دول تلات اسباب كل التوقعات كانت بتشير للتلات اسباب دول ان التضخم عالي ان حسن عبدالله عاوز يجيب استثمارات من برا ان شهادات الـ 25% وقفت كل ده يؤدي ان البنك المركزي يرفع الفايدة عنده في البنوك ما رفعش خدت قرار ان هو ما رفعش طب معنى ان البنك المركزي يحافظ على الفايدة في البنوك يعني حاجة بسيطة جدا ان سعر الجنيه مش هيتدهور زي اللي انت شفت قبل كده ليه؟ لان ده حسن عبدالله او استاذ حسن عبدالله احتفاظا الاحترام يعني استاذ حسن عبدالله تاريخه كله بيشير ان الراجل ده لما بيحرك الفايدة الجنيه بيتدهور او بيعمله او ان هو يقل الكنتو فكون حسن عبدالله محركش الفايدة معنى كده الجنيه مش هيتدهور مش هتشوف الارقام اللي احنا كنا بنشوفها قبل كده يوصل بقى الـ 35% والكلام ده كله بص دي رؤية دي مش اه حاجة انا بجزن بيه ما بجزن مش ممكن يهو سلطان يوم 35% بس انا بقول لحضرتك وجهة النظر حسن عبدالله بيحركش الفايدة غير لما بيعمل تعويم كاسي ده تاريخه كله من ساعة ما جيه بحافظ بنك المركزي كن هو محركش الفايدة معنى كده مش هعمل تعويم معنى كده ان الجنيه مش هينزل بشكل جديد خصو او التحرك في الجنيه هيبقى في حدود بقى ايه القروش يوصل بقى 31 بعد كزا شهر الكلام ده كله ماشي فده اللي بيحصل وده فيما يخص البنك المركزي البنك المركزي دي السياسات بتاعته حاليا ما رفعش الفايدة ابقى على الاداع والاقراض زي ما هو مش عاوزين انهم ارفعوا الفايدة با اي شكل كلي بقى لك الفايد دي ديون على الحكومة يا رب بس كنت شرحت الموضوع ده بشكل كويس هذا اول جزء قررت لاجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها تثبيت اسعار الفايدة على الاداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزي عند 16.25 من المئة بالمئة و 17.25 من المئة بالمئة و 16.75 من المئة بالمئة على الترتيب وقرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الاقتمان والخصم عند 16.75 من المئة في المئة تاني جوز خبر غريب جدا عندك كمية اخبار محدش حاسبية خالص عندها اخبار مهمة اول خبر فيما يخص كناة سويس كناة سويس جات في شهر يناير والخبر ده لسه تم الاعلان عنه حديثا جات في شهر يناير اقت ايرادات 808 مليون دولار في شهر ده اعلى ربح في تاريخ خناة سويس كله تفديت؟ اعلى ربح في تاريخ خناة سويس كله في التاريخ عمرنا محققنا في شهر واحد 802 مليون دولار ما حصلتش طيب لو جيت قرنتها مسلا بيناير 2021 كنت محقق كام؟ كنت محقق خمسمية ستة واربعين مليون دولار يعني انت عندك زيادة تقارب بان 256 مليون دولار طب الزيادة دي جات منين بصوا انا لو جيت افسر لك الزيادة دي جات منين؟ ممكن تقول عليا بافتي او ممكن تقول اصل معلوماتك خطئ الكلام ده كله ايه رأيك؟ اجيب لك مكالمة اجرناها النهاردة مع مسؤول من المكتب الاعلامي لهيئة كناة سويس استاذ جورج صفوت اسمع كده الراجل بيقول ايه وبيوضح ايه بالزبط وليه كناة سويس ابتدت تكسب مكاسب كبيرة والارباح بتاعتها ابتدت تعلام بس كده الراجل بيقول ايه؟ نرجع يمكن للتفسير او للسبب الرئيسي وراء هذه الزيادة اللي كانت يعني بالنسبة لنا امر مرصود ومتوقع من 2015 تحديدا وقت افتتاح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقناة سويس الجديدة اللي سهمت فيه رفع تصنيف القناة سهمت ايضا في زيادة القدرة الاستيعابية لقناة سويس وده لسمح لنا نستقبل اضخم انواع السفن في العالم سواء كانت سفن حاويات او سفن الصب او مختلف انواع السفن فالسبب الثاني هو كمان السياسات التسويقية والتسعرية المرينة اللي بتنتهجها ادارة هيئة قناة سويس برئاسة معالي الفريق اسامة ربيع من خلال ادارة التخطيط والبحوث الموجودة في هيئة قناة السويس احنا بنتابع في الهيئة زي ما قلت لحضرتك سياسة تسعرية وتسويقية مرينة قدرنا نتعامل من خلالها مع كل التحديات المطروحة على الساحة الدولية حاليا سواء كانت الازمة الروسية الاوكرانية من قبلها ازمة او جائحة كورونا اللي يعني عصفت بسلاسل الامداد حول العالم من خلال السياسات التسويقية والتسعرية قدرنا نقدم تخفيضات لخطوط ملاحية لم تكن تعبر قناة سويس في السابق يبقى نقطة اخيرة اشير اليها وهي التطوير المستمر اللي بتقدمه قناة السويس سواء على صعيد تطوير المجرى الملاحي او الخدمة المتميزة والتأمين الكامل لكل السفن العابرة ده اللي بيرفع من تصنيف القناة وبيدي ثقة ايضا لعملاء قناة سويس من الخطوط الملاحية والسفن العالمية ان هي دايما تعتمد على قناة سويس كخيار اول في العبور ما بين الشرق والغرب هو رجل بيقولك اختصارا ان هو احنا عرفنا نجيب خطوط ملاحية او مراكب ما كانتش بتعدي لقناة سويس كان بتعدي عند امريكا عرفنا نتيجة التفاوض ونتيجة لتقديم اسعار مميزة للسفن دي وخطوط الملاحية دي ان احنا نجذبها وتعدي من قناة سويس تاني حاجة الخدمات بقت احسن وقت عبور القناة بقى اقل سواء بقى من الشمال من الجنوب انت بتتكلم الحمولة بتاعت مراكب زادت كل الحاجات دي قدت ان القناة سويس تشتغل معاك بشكل كواس اوي اوي ما شاء الله ويراب بتزيد طيب لو فضل القناة سويس تحقق المعدل ده كل شهر مثلا يعني هتوصل انت في الاخر في حدود التسعة مليار دولار ايرادات لو مش نعم نفس المعدل ده بس ممكن توصل لتسعة مليار دولار ايه هتو طيب انت عارف تسعة مليار دولار دي كان بيتوقعها صندوق النقد ان قناة سويس تحققها في قد ايه في عشرين تمانية وعشرين عفاكرا احنا في عشرين تاتة وعشرين صندوق النقد كان بيتوقع ان احنا نعمل تمانية وتسعة من عشرة مليار دولار في عشرين تمانية وعشرين انت ممكن تسمعها في عشرين تاتة وعشرين ممكن لو ربنا وفقنا دا حاجة تاني حاجة السياحة عندك زاد بالشكل مرعب ما شاء الله زاد بالشكل كبير اوي فاجأة كده عملوا احصاء من يوليو لسبتمبر عشيني اتنين وعشرين لقوا جالك ارباح من السياحة اربعة مليار وميتي مليون دولار تاني انا بكلمكش السنة كلها انا بكلمك بس من يوليو لسبتمبر اربعة مليار دولار لان انت جالك تلاتة مليون وربعمائة الف سياح خلاص في عشرين اتنين وعشرين او في الفترة دي فده رقم هايل السياحة عندك بتاعت تقوم مع فكرة سكاي نيوز عربية مغطية الخبر ده ان السياحة بتاعت تضخ بلوس اكتر ما انت بتوقع والنقطة اللي مشو اخد بالك منها ان هما ما حسبوش نوفمبر ديسمبر يناير هتلاقي ان التلات تشهر دول اكيد اكيد من غير اي حاجة السياحة عندك بتاعت تضرب اكتر بتاعت تعلم ليه انا جيت قلت لحضرتك البريطانيين عمليس او اقولك ديلي ميل اللي بتاشتم في مصر لييل ونهار بتحس البريطانيين تقولهم روح مصر ايه الحق قاعد فمصر اللي انت هتدفعه فبيتك هتدفعه في مصر لمدة شهر اكل نايم شارب تلات واجبات باللي انت بتدفعه وانت قاعد في البيت تخيل بكه تتفسح في مصر هتочкуعد تروح الجوالات بتاعتك كلها هتاكل تلات واجبات بنفس اللي انت بتدفعه وانت قاعد في البيت فسحة وتوفر اللي انت قاعده في بريطانيا كل حاجة هتبقى هايلة وموجود غاز وموجود كهربا واللي انت عاود فالسياحة عندك اكيد ناشطت في نوفمبر ديسمبر يناير اكيد فترة دي هتلاقي فيها طفرة في السياح ومعدلات سياحة ان شاء الله ومش بس كده عندي خبر كمان الصادرات الغير بوترولية بتاعتك زادت بدل ما انت كنت بتصدر بستة مليار دولار بقى ايه بتصدر بستة مليار وثمائة مليون دولار يعني عندك زيادة قرب خمسة في المية كده مش بس كده زيادة الصادرات البترولية محقق اكتر من مئة مليار دولار صادرات بس بار حلو ايه ان احنا صادرات مصر ارتفعت الى 53.8 مليار دولار بالمقارنة حضركم تتذكروا السنة اللي قابليها كنا 45 يعني تقريبا نسبة زيادة بتقترب من العشرين في المية كل دي اخبار بتشير ان فيه فلوس داخلت البلد من المصادر دي خلي بالك انت بتعتمد على الحاجات دي كلها بتعتمد على صادرات البترولية صادرات كده البترولية السياحة كناس السويس ما تبتعلك بس فيه نقطة او فيه بند انت نسيل تحويلات المصرين في الكارج الحقيقة تحويلات المصرين في الكارج في 2022 تراجعت بس وتراجعت بنسبة 20% او تقدر تقول 20.9% اقول 21% بس التراجع لانهم قاسوا من يوليو لسبتمبر في 2022 لقوا ان المصريين في الكارج حولوا 6 مليار و 400 مليون دولار هل ده كان متوقع متوقع جدا الفترة اللي انت كنت بتقيس عليها دي يوليو سبتمبر كان الامور الاقتصادية في مصر ضبابية شوي وعلى فكرة هي مزالة ضبابية بس يعني ايه ما كانش الناس عارفة الجنيه رايح فيه سندوق النقد ما كانش اداك الكارد ما كنتش حصلت على الكارد بشكل رسمي الاجراءات كتير ناس تكلم في تعوين ما كانش في استقرار في العملة فاكيد المصريين في الخارج اسكية جدا مش هحولولك جير لما يعرفوا بالزبط الجنيه رايح فيه فتوقع ان في يناير يكون في تحسن في تحولات المصريين في الكارد نوى مسلا قدر ان هو يشوف شوية الجنيه رايح فيه هس واكيد اكيد مش الاجنبي اللي برا هيستثمر في اذون الكزانة المصرية والمصريين في الخارج مش هيبتدوا يحولوا زي الاول او مش هيزودوا معدلات التحويل بتاعته بالعكس مع فكرة الجنيه لما نزل ساهم ان صادراتك تزيد ساهم ان فيه عنصر جذب في اسعار البضايا بتاعتك في اسعار الخدمات بتاعتك فاكيد اكيد المصريين في الخارج هيزودوا التحويلات بتاعتكم لمصر الفترة من يناير هتشوف فيه زيادة في التحويلات او تضفقات من المصريين في الخارج اكيد ان شاء الله بل اكتر من كده ان مصريين دلوقتي بيتجهوا للدهب على حسب اقتصاد الشرق اقتصاد الشرق بيقولك على فكرة مصريين في عشرين اتنين وعشرين زودوا شرع الدهب واشتروا قد ايه اشتروا اكتر من اربعة طن قول اربعة ونص طن عشان بس بالتقريب كده اربعة ونص طن ده ده يشير ليه ان الناس مش واسقة في العملة الناس خيطة من بكرة الناس مش عارفة توصل للدولر شفت ديه كل العوامل دي نتيجة بس ان الناس بطيق تستثمر في الدهب كتير اوز او بيشتروا الدهب كتير اوز مش عارفين يوصلوا للدولر خايفين من بكرة مش شايفين المشهد رايح على فت فقال لك والله ايه هالدهب فمصريين عمين يشتروا دهب بخزارة عا فيك ده نتيجة خوف طب لو جيت قرنتها ابرز نقطة كان المصريين قللوا فيها شرع الدهب كان في عشرين وعشرين دلوقتي انت بتاعت ترطلع تاني بشكل جيد جدا الدهب كنته ما بتنزلش وخلي بالك بعد ما الفيدرالي رافع الفايدة عنده في امريكا انت الدهب سعره زاد عالميا سعره زاد نقفل مع خبر مهم جدا حضرتك لازم تعرفه وهو الفساد في مصر حقيقة معدلات الفساد في مصر زالت مش انا اللي بقول كده الشفافية الدولية هي اللي قالت كده وقيت لك على فكرة الدرجات بتاعت مصر ابتدت بقى سيئة مصر نزلت تلت درجات في مؤشر الفساد العالمي خليني ايه بقى صريح معاك تلتين العالم بيعلم الفساد مفيش باش سجري التلت الوحيد الارقام بتاعته كويسة جدا منهم دول اوروبية بتحرف الفساد بشكل كبير بس انت عندك معدلات الفساد عالية في دول العالم كلها بس كل مصر معدلات الفساد فيها تزيد ده شيء يقلق هي اكتر دولة في المنطقة العربية بتاعتنا على حسب سكاي نيوز وعلى حسب قناة العربية قناة العربية بتقولك الدولة الرائدة في مقافحة الفساد في الشرق الاوسط مش السعودية هي الامارات الامارات الرقم بتاعها هايل اكتر من قطر كمان قطر تيجي بعديها بعديها تيجي الاردن اه ارقام كتير جدا بس اللي يهمك مصر بص مصر حاليا واخد درجة تلاتين هتقولي تلاتين ده رقم كويس لا هو على فكرة كل ما تقل كل ما يبقى سيء ايه كل ما تاخد رقم فوق الستين ده حاجة عظيمة جدا انما لو بتاخد تلاتين سيء طب انت كنت كام السنة اللي فاتت كنت تلاتة وتلاتين نزلت تلات درجات معنى كده الفساد ابتدى يزيد في مصر تسأل ليه الفساد بيزيد في مصر نتيجة لضبابية مشهد الاقتصاد انت مش شايفة الاقتصاد راح لفين انت بتعرفش بكرة فيه المواني كانت قفلة اه بتتكلم ان الجنيه عمالي ينزل وانت مش عارف الدنيا راح افين الفساد ابتدى يزيد في مصر وعفكرة الموضوع ده ممكن يقلق البنك الدولي وسندوق النار مشان بس تبع عارف بيرق بمؤشرات الفساد في الدول نعم ده كان تقرير اقتصادي يارب اكونش راحة لحضرتك بشكل مبسط اه حسن عبدالله ماشي بنفسه خطة اه طرق عام وده حاجة انا استغربت لها جدا على فكرة لنقل الخبر ده زاوية زاوية ده موقع محترم وعفكرة زاوية ماش بيكتب من دماغه وهو بين من صحف تاني بس المقالة دي بتشير ان مصر بتاعت ترجع تاني للهوت ماني وتحاول تكتذب استثمارات من الخارج بشكل كبير وفلوس تبضخم البنك المركزي ما غيرش الفايدة عنده وعنشوف الفترة القادمة ايه اللي هيحصل التوقعات ان الفترة الجاية ممكن يكون فيها اخبار كويسة اكتر وان شاء الله الفترة هتعدي بإذن الله ورب ينسوا المصر يا رب ورب ينسوا العرب وتحيا مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين